إزالة الكربون، التحديات والإجراءات بالنسبة لشركات الصناعة الفلاحية المغربية محور لقاء نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأجادير في إطار دورة المؤتمرات الإقليمية التي بدأها البنك لتقديم برنامج التمويل الجديد من أجل اقتصاد أخضر وذلك بحضور العديد من الخبراء في مجال الطاقات النظيفة وممثلي شركات الصناعات الفلاحية بجهة سوسماسا هذا البرنامج عبارة عن تمويل للشركات المغربية لإيجاد حلول للحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع ودعم التحول الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر من أجل المناخ والهدف وضمار التمويل الإضافي لصالح هذه الشركات من أجل الاستثمار في تكنولوجيا تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تبادل الرؤى حول عملية إزالة الكربون واختبار طرق التخفيض والقضايا على انبعاثات هذا الغاز بحيث يكون ذلك فعالا في جميع الشركات بما يتوافق مع الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية وسينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 25 يناير المقبل جائزة المناخ بجهة سوس مصا من خلال الترويج للمبادرات المفيدة بشأن المناخ والحفاظ على البيئة ترجمة نانسي قنقر